السلام عليكم اليوم جاهكم مختار جديد اليوم جاولكن لكم الحلقة الثانية من سكاي بلوك شكرا لكم على الدعم و شكرا لكم على الكلام الجميل و شكرا لكم على التزبيد و شكرا لكم على التزبيد اللي يخليني تحول للأحسن شكرا على الكومنتاتكم اللي سملون لماذا اشتوقolit أحب التزبيد هذا اللي بدايت سلسرة اللي يكذلي خلاص أعرف إن هذا شي غلط لما اسوي مرة أخرى لكن بارجع أسويه لأني ما بنساء بمن الآخر أنا ساحب اللعبة الفترة طويلة فالأغلاط بتصير بتصير الخشب يحترك أنا كنت مركز على الجزء اللي تحت من الشاشة فأنا تركيزي هنا في النص تحت ومخلي هذا اللي فوق يعني ما أشوفه عموماً اليوم راح نلعب سكاي بلوك الحلقة الثانية وراح نسوي أشياء كثير حلو 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 طبعاً الأغلب وش قال أنا خلوني أصبروا في أشياء ما ترسبنا أوكي والله ناسي ناسي للأشياء هذه نحاط كيبينفنتري ولا لا والله إن شاء الله أني حاط كيبينفنتري خلونا خلونا نجيب شجر أنا ما أدري وش هذا النوع الوود هذا لا لا طيب دارك هذا دارك أوكي خلا هنا هذا ما أقدر عليه والله دلو فيه مزعجين مرة هذا توقع العادية صح أوك سابلينغ أوكي ذكرت شيء في واحد من الشباب أو من الكومنتات يقول حط سلاب فوق الكبستون عشان ما يروح لللاف وينحرك فخلونا نجرب الحركة أوكي أوكي خلونا نشوف كم معنى كبستون عشان غالب أن كلها جتنا للحين والله شكرا والله شكرا فكت أزمة لا لكن واحدة انحرقت والله ما أدري بس والله شكرا يا ساتر شكرا والله شكرا الله يسعدك الله يسعدك الكومنت الجميل والله الله يسعدك ويبغاننا نروح لأماكن ثانية زي هذا المكان زي هذا المكان ما أدري لازم أروح وعلى الطاري للأكل خلونا نحط الأغراض حقتنا كلها هنا وطوحدة هنا نشيل كذا نجربوا أن ننطيح من العالم ونتدمج هل بيرجعنا نفس المكان هذا الموت نفسنا إن شاء الله عاد أننا ماينهينا مرة واضح أننا فيه رسبون شوفوا رسبني فوق الشجار حلو بس ما راحت مني هذي فممتاز نخلي معنا الأغراض يعني ونجيب طيب يبغاننا نسوي كاكس ثاني والله يبغاننا نسوي بعد اللي هو لازم نجيب آيرون بأي طريقة ما دي شون بجيب آيرون بس لازم أتوقع لو حطينا سلابز هنا بكل وضع كويس مرة سماين حرق المكان الله العظيم شكرا على الكومنت هذا حق السلاب والله شكرا يعني فهدنا مرة 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 بشكل ما تصورونا طيب يبغاننا أوكي هذه نزرعات وفي ناس يقولون لا ما يحتاج أنه يصير قراس خلاص ديرت يزرع ومجرد أنك تحضر ديرت خلاص يزرع فشكرا لكم والله والله شكرا هذا البكت معنا أوكي نأخذ واحدة من الساب لينك هذه طه هنا نزرعها هنا بالضبط ودي أروح ذاك المكان وأكمل بنفس وقت ما معدروي ودي أروح مكان ثاني أنا ودي أروح ذا المكان ودي أروح ذا المكان شرايكم والله أنا مدري أنا ودي أروح هذا المكان لأنه مقابل هذا ما أدري ليش والله في ذاك المكان بعث الله كذا مشكلة يعني ما أدري ما أدريش يسوي بالضبط لحين وين أروح ما أدري بس غالب أن أروح ذا المكان يبغى لنا كابستون زيادة ونكسر والله شكرا والله شكرا يا صاحب الكومنت أقسم بالله العظيم فك أزمة بشكل مرتبئي أنا الحلقة هذه ما بغاها تكون بدون فائدة لا لازم نروح مكان جديد لازم نسوي شيء يعني هذا المكان رح ناله قبل وكتشفنا هذا رح ناله بس ما كتشفنا ونروح هذا المكان لأنه حسنه قريب وهذا بصفقوني ذولي السلفر فش وظاهر نمو مسموح لي أني أكسر أصلا ظاهر يبطيب رحي هذا المكان بسم الله وعلى بركة الله ويبغال يتعلم على سالفة البناية السريعة بما أن الأغراض أصلا كيبين فنتري يعني أنا قبل أدخل الماب حطيت كيبين فنتري فيحفظ الأغراض حتى بعد ما أموت مثل ما سويت لكم قبل شوي أنه معي الزرعة هذه حقت الشجر ما راحت مني يوم مت شيء كويس شيء مرة كويس أوكي لازم نلف شوي ممتاز قربنا قربنا قادي يشوف المكان قادي يشوف المكان حلو 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 تكفى تكفى أوكي بس سوين هذا الشيء هذا وش هو مونومنت خنشوف المكان مالا ما في شيء كله بيدرك حتى ما يمكنك تكسر زر هنا أوكي وش هذا تSer IELAND أووووو كأني بداية أفهم يا شباب وهنا فيه بلوكة عاد يكسر أم لا منوعة بلوكة تحت قامله ساتر تقننا الروح هنا أوكي هذا يقولك أنه بدرك أل وش بيعطيني شي يعني وليش بدرك اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بدرك أطاني بلوكة أقدر أكسرها أم لا؟ ها تكسر أصلا بكاكس خمس بلوكات قراس أقدر أكسرها يعني هذا خلصت تحدي حقا يعني هنا واحد ثلاثة أربعة كذا الوضع كذا تحديات والله ديم أخيرا أخيرا فاتس سعبت الماب لعبت على عماءها هنا ثنين ثلاثين كبستون معنى ثنين ثلاثين سلاب توقعون تضبط الحركة أم لا؟ لا والله ما ضبطت كهر كهر نعرفنا خلاص أننا ما في مود فنرجع للعالم خلونا نشوفوا التحدي الثالث شو يطلب؟ عشرة ديرت أوكي الرابع أوكلوك أتوقع أن هذا أوكلوك يب خامس آه هذا أنواع أخشاب ثانية سبروس أتوقع أن إذا خلصنا تحديات هذه بترتيب بيطلع لنا الأنواع الأشجار الثانية فهمتوا؟ شي رهيب والله شي رهيب مرة طيب يبغالنا نكسر هذا الشجر ويارب تطلع الثانية وراها على طول حلوين 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 أننا الآن جهزنا 12 وكبستون يبغالنا يبغالنا كبستون 32 الله يعين عد هذه كت عشان نرجع لكم بدون ما تملون يعني سالبة هذا الكسير اللي أشوفه ممل انكسر البكاكس الحمد لله نمسوي واحد حلوين وصلنا 30 بلقة الحمد لله يبغالنا الآن نروح التحديات شو كانت؟ خشب عشرة توقع وانا قول سوي كم تحدي كذا خلاص شوف الشياطون مقابل هذا الشي والله كويس أننا رحنا هذا المكان يعني لو رحنا مكان السلفر فش توقع أن الشي غلط أن نروح له عبارة عن في بلقة وفي شي يعطيك منه تحدي أو ثم من في تحدي ما أدري لكن في 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 تحدي هناك يعني لازم سوي هذا وش قال ثنيين وثلاثين كبستون حط بلقة خلصنا طيب هذا ما في أوه هنا البلقة عطاني أغراض حلو يعني خمس أخو بس الله حياتيك العافية يعني قصرت شوي طيب هنا ديرت نسين الديرت أهم شي هلو 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 هش السرعة هلو 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 هش السرعة هلو هنيدري أن هذا ظطيت ياتيك السرعة حلو هذينا الديرت ملتشست وروو حى المكان يا رب نما يرسم كذا وحش فوجهي بيخرشني لكن الحمد لله أنها في كبه نبتر يا حمد الله يا رب المشكلة لا معي دروع ولا شي يعني لازم 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 أن يصير شي هنا وأكسل من دروع وأكسل من مثلا بلوكات شي زي كذا يعني هذا الدايموند اللي انكسرت أو طلعتلي في وجهي على بحالي على طول إنه بيعطيك شي ألو ألو 10 ديرت أوكي هذا ما رح ناله والله العظيم يصدع في الرأس دار وما أدري هل لعبت سكاي بلوك من قبل أصلا ولا لا لكن ما أذكر والله ما أذكر يعني إذا لا خلصت الماب فيه ماب ثاني أسطوري إن شاء الله بلعبه بإذن الله طيب هو قال 10 بلوكات أوكي خلصنا هذه أوه نفتح هذا التشست شابة الديرت تسلكتلي إنت الله العظيم مشكلة هذا يبغى خشب يا رب إنه يعطيني شي مقابلة شي كويس يعني كيشفو يرس من قولدون أبل حولو 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 معنى ما نمستفيد منها مرة يعني بس حولو هنا واشيقول لك بيرتش لوك كذا طيب كيف نجيب يعني هنا سبروس لوك هنا مدرش شو جنقل والله مطلبات مرة كثير يعني غالبا الحيني بغان نروح ذاك المكان ناكل غولدون أبل لا أدري هل هل مفروض اننا ناكل غولدون أبل ان نخش ذاك المكان لا أدري بس بسويها يعني منذب الأغراض هذي هناك والله قاعدت روح بلكات صراحة بس ما أدري هل قاعدت روح في الموية ولا إيش لا أدري وقع الحين مكاني صح وانا روح ذاك المكان بسم الله وعلى بركة الله يا رب يا كريم يا رب يا كريم ونا ما جلت يا رب يا رب ناكلها وانا بني باكلها ان شاء الله يعني هذا المكان صح قال لنا لانك لا نكسر ولا لانا غلطان هنت listen to me you have to find the small wood brush or black secret secret room غرفة سرية break some blocks to make easier قول لانا اقترح لك انك تكسر بلوكات عشان يصير عندك شي هذا سهل بس هل اننا قاعد يلعب علينا عشان يطلع السلفر فش ما هذه كي عرفنا لهم شوي بس هل هذه في فيه يعلي سار كي حلوين بذي نشيلها شمان الخرش منها قاعد شوي هل هو فوق ولا ايش ولا وين وفي مكان تحت بسم الله اوكي واحد رسمه وراي تأكد اوه طوح حلو الحمد لله اوه 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 انا اسف لك والله والله اني ااسف لك شو منطحي بس يا شباب هنا شغل اوه تقرر هذا وعند النبوة لانتخبع كيف صوت غير ثم يكتره يكتره مالفقخي يا ساتر يا ساتر لا لا تذبحني يا عاد خرجت أهلي أنت شفوا الكمية يا ساتر يا شفاة مشكلة للبلوك الواحد بيخلينا نجيب لأيد شوي شفتوا شفت الكمية يا ساتر أيوة حلو حلو حمد لله أنا حطيت سلاب دال حمد لله يا ساتر الكمية قاعد تتكسر المكان يا ساتر قاعد تسمعون البلوكات اللي قاعد تكسر أنا مادر وين أطق الحين يا المنظر والله يا رئيب شوف اللي تحت بدرك والله اللهم أكثرهم يعني ذوالي عشان بس نفتك منهم مره ثانية الحمد لله أنا في كبير ونترى الله يأخذ بريسي خرشني يا قلبي كيف طقني يا طقني كتا شكله والله خرجني يا أخي خرجني يا ساتر جد حك في راسي خلاص خلص لهذا المنظر اللي هنا ولا إيش والله باقي في سبرينغ وفي أشياء تحت لكن هذي هذي رسفنت أنا بقي إلى العين بس ناخذ ناخذ الأشياء اللي هنا هذا الزر اللي ضغطناه أوكي وهي نرقينا يعني هذا المكان خلاص خلصنا منه فأحمد ألو تمني طلعت انت تمني طلعت انت خلاص ما ترسفنون كذا كل شيء يولو المطول خلاص خلصتو لا هلا عظيم مشكلة أيوه هذا كيف طاق ماذا بي شوف الكمية يا شباب ألو 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 لا 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 أحسوس لا أحسوس ماطح 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 لطريق عشان أقدر أسوي للإند على الطول أنا بمهد طريق زي كذا أنا قاعد أسمع صواته في كل مكان أنا أريد أن أذهب إلى المكان بس عشان أشوف هل في شي أصلاً أم لا هذا ما أريد أن ترسبن لازم أكون عنده يعني أو ليش غاني بغان نأخذ خشف يا رجال هنا معنا خشف كثير هشار تكفي نسوي فيها سلابز والله معنا أشياء كثير هنا ودي 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 سيف فينكسر لا نموت تلهيل بس يتجاه يلا بسم الله نروح إلى المنطقة الثانية هذي حقت الإند ونشوف هل فيها أزرار فيها شي ولا بس كذا وأنا أروح أجيب العيون حقت الإند وأسويها بنفسي فلازم أستكشف هذا الشي معكم فبسم الله خلونا نبدأ يلا 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 لازم نروح بسرعة نشوف المكان أنا ودي أبني طريق يعني يكون متدرج زي كذا لا في شي لا ولا ما في شي نرجع لمكاننا هذا ونشوف المكان الجديد وش فيه وش ما فيه فأنا أشوف أن العلي صارنا قريب أخذنا شوية خشب كبستون ونمشي يلا يلا آخر مكان نستكشف اليوم عشان ننهي الحلقة وأنا ما أحب أني نزل الحلقة إلا فيها أشياء كثير يعني اليوم استكشفنا المكان الجديد وستكشفنا المكان حق السيلفر فش أتوقع اسمه واستكشفنا وبنستكشف هذا المكان فحلقة دا اسمه والله يعني إن شاء الله نتعجبكم ومنها أن تكتبونك طرحاتكم إذا في شي تعرفونا يفيدنا ويخلينا نخلص بأسرع وقت نقدر عليه بس عمشين يكون ما تحرقون يعني يعني ودي ودي أستمتع بالماب أنا حاليا مستمتع حلو حلو طيح حلوين بس كذا يعني أو ليش وات؟ هذا تشست ولا؟ بون بلوك؟ هلا هذا مطلوب يعني أو ليش؟ أنا خوف يطيح العالم كله الحين تسمعون صوته؟ بلوكة من أعظام وات؟ بون ميل واتو ندل والله يعطيك أربعة كيفو كيف؟ أو يعطيك تسعة يعني زي زي أي شي ذا ووو تشست وات؟ آيس؟ اوو شوفو شوفو المطلبات يا ساتر الحمد لله نقرأ نقرأ الكتاب نقرأ نقرأ الكتاب لازم نقرأه يقول 150-50-50 وهذه 150-50-50 أتوقع يقصد X والY والZ 150-50-50 أبغانا نروح هذا المكان في حلقة الجاية بإذن الله والله شي جميل يعني آطانا الحين حق الأشجار نقدر نخلص تحديات حلو حلو يعني هذه الحلقة فيها تحديات حلوة أنا ودي أخلي هذا المكان كله خشب حس إنه في شي ثاني ماده ليش كذا أبغى أحلل كل شي قدامي حرفيا لازم نسوي هذا الشي عشان ما أجي بالإيد بيكون في شي ناقص في هذا المكان مع أني خذيت التشست وخذيت الأوكود هذا الأشياء لكن نضمني يعني يعني ما ورانا شي خلاص هذا أخر شي في الحلقة فرد أسوي هذا الشيء من زمانة يعني خلاص بس خلصنا أعطي التشست بأخذه يعني خلصنا هذا المكان يعني نعطيه لنفسنا أن أوه أنا خلصت هذا المكان جيته وزي كذا حلوين كذا ممتاز أعطيه البلك الأخير عشان نقدر نرسي نويس نويس هل يطلب مننا أشياء ثانية غير هذا أو لي؟ نتوى هذه التحديات الآن ومنين الحلقة؟ كل شوية أقول منين الحلقة؟ أخر شي حلقة سبعين دقيق أعتذر لي طولت الحلقة بزيادة لكن يعني شو نسوي بعد يعني هذه الأوكود وهذا الأشياء لازم من الحين نعطيهم حبة 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 ومنها أن نخلص التحديات ونأخذ منهم الغراب إن شاء الله أن يعطونا أيضا 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 والآن أوه هذا يقول كلها بلوكات يجب أن نزرع هذه الأشياء حلوحلحل فالمنا الآن نوسع المكان بالجراس اللي معنا وديرت وهذا الأشياء إنه معنا ديرت معنا كل شيء ومعنا divert ممتاز ممتاز لازم نوسط المكان عشان نقدر نبلي فيه كل أنواع الزرعات اللي معنا أو السابلينجز للأشجار اللي معنا طيب أنا حسن الديرت في خلص معنا ما رأيكم نزرها في كل مكان حبة كذا وكذا وكذا وفي جنجل بعد أوكي واحدة هنا واحدة هنا والله يبغى لنا أكثر يبغى لنا أكثر خلص معنا شيء لأسف خلص والله خلص اللي معنا طيب يبغى لنا بعد هنا شوية هذا نكمل هذا الأشياء بالكبستون أتوقع أن شيء خلصنا نكمل الخشب معنا خشب يعني عشان ما نقدر نجمع وزي كذا أو عشان ما نقعد نجمع يبعنا قدنا التشست هذا بنحطه مع هذا سنصير دبل ومنها نوسط المكان اللي معنا معنا آيس خلصنا التحدي حقه هذا تقريبا معنا شيء حلوه هنا والكتاب حق الإحداثيات اللي بسويها في الحلقة الجاي بإذن الله فنكمل ممتاز قاعد نخلص هذا الشيء يا عمي انتش تبيه تعال تعال إيه انتفى انتفى عمي تشلون لا بغل بو حقه الله اللي أعطاني بو حقه بيكون شيء رهيب شو سبايدر هناك ها ساتر يخرج طيب نحط هذا الشيء هنا كما حد يرسبن علينا نحط هذا الشيء هنا بعد و هنا عن قولت يعني يبعنا نكمل هذا الشيء هنا بعد شويتين عشان الشيجر أصلا بيطلع و بيأخذ مساحة وما تطيح الأوراق حقه طيب كذا رح نهن للحلقة أعطيكم العافية للمشاهدة نشاهدكم في الحلقات الجائية كتبون اقتراحاتكم في أي شيء نسوي نراكم على خير في أمان الله سلام ألو ألو حترقيا حترق مكان ألو